التمثيل الأكبر بالطايفة السنية لذلك هو وقتل بيكون موجود معنا على مستوى رئيسة الحكومة بيكون هذا الوضع الطبيعي خلافا للتوقعات لم ينزل كلام الجنرال ميشيل عون مساء الثلاثاء بردا وسلاما على قلب النائب سعد الحريري فموقف الجنرال لم ينتج سوى مزيدا من الانقسام داخل التيار الأزرق إذ لم يرى فيه سقور المستقبل الرافضون لترشيح عون إلا إغراءات لغض الطرف عن الماضي فيما وجده الجناح الباحث عن حل خشبة خلاص أعتقد أنه كلام الجنرال عون يتماشى مع هذا الجو اللي عم يسعى لحل حله في أزمة الرئيسة في لبنان كلام مرشح عم يحاول يرسل رسائل وفيها إغراءات كتير ولكن هذا ما بيغير شي من سوابتنا لنسوابتنا مبنية على التجربة مع الجنرال اللي عملها 30 سنة مش على كلام نسمعه لأول مرة من الجنرال خلال ندوي إعلامي ممكن إذا صار رأي جمهورية بعد جمع يغير خطابه أعتقد فيه إجماع اليوم أنه نحن عنا كمية من المشاكل اللي بتخلينا نطلع إلى الحاضر والمستقبل أعتقد أنه اليوم مش الوقت بصراحة أنه نفتح الماضي بالأكيد الجو اللي خلقته لم قابلي من برحة جو من التهدئة والرواء يعني وأكيد أنه هذا الشيء بساعد على حال حالة الأزمة أعتقد لك أنه شفنا من الصدق على وسائل وسائل الاتصال الاجتماعي وكل شيء أنه ما حدا نقبض هذا الخطاب جديد لأنه كتير كتير جديد مختلف كلياً عليك أننا عم نسمعه سابقاً وضع الخلاف في خانة ديمقراطية الاختلاف داخل الكتلة ليس سوى تأجيل لأزمة قد تواجه الرئيس سعد الحريري كان في رأي أنه من الحلول للطرحة دولة الرئيس سعد الحريري واحد من هذه الأمور كان البحث بمسألة ترشيح الجنرال العون وهي أنا كنت من اللي إله أنه يجب البحث بهذا الخيار لا أنا قلت وبيعرف الرئيس الحريري وقلت على الفيوتشر أنا ما بنتخب مش هناك تخرج من الكتلة؟ هذا لكل حدث حديث يبنى على شيء مكتضابي لحسطة وبعتقد أنه سريعاً أولاً سامير جعجع ومن ثم سعد الحريري والكتلة اللي صوتوا حيندموا كثيراً الرئيس الحريري قام بالمبادرة لكن بحور الرئاسة الهائجة لن توصل مركب المستقبل سالماً فهل يخسر الحريري سقراً آخر على طريق بعبدة؟ حسان الرفاعي قناة الجديد